في الأسر والعوائل العميان وأرامل مطلقات وبعذبات تحت الأزواج وفيهم مرضى لا علاج لهم وفيهم المجنون وفيهم وفيهم فهؤلاء لا يتركون أبداً لا بد من يضحكهم وتسليتهم ودخال السرور على قلوبهم يحتاجون إلى سعة الصدر يحتاجون الخدمة والرحمة والكلمة الطيبة ومن يرحم هؤلاء يرحمه الله والراحمون يرحمهم الرحمن وخير العمل سرور تدخله على مسلم كما في الحديث الصحيح